السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا في الدرس السابق تعرفنا كيفية إنشاء database وكيفية إنشاء table باستخدام جملة create في لغة SQL ضمن بيئة SQL Server 2014. اليوم بإمكاننا نتعرف على كيفية حدف هذا الجدول باستخدام نعمل نعمل ثم drop table كلمة المفتاحية drop table واسم ال� enforcende slice table المباشرة ثم ثم سيمي أكسكيوط نعم لو عملنا تكليك و ريفرش سنراحط تم ازالة الجدول من الديتابيس هذا كيفية عمل اضرب الى الديتابيس